الجلسة آآ بتاعة الحالات. تفضل. ومتشكر جدا لأحمد عاصر. شكرا. مساء الخير زي صحة حضراتكم. احنا بنتشرف وجودنا مع حضراتكم في الجفس النهاردة. وحضراتكم مشرفيننا جميعا. السيشن بتاعتنا اللي جاية سيشن آآ جميلة جدا. هتلفت نظر حضراتكم للحاجات كتيرة. هتتفضل دكتور عبير بتقديم التشير بيرسلس. آآ يتفضل معانا يا دكتور يشام الخياط. دكتور قدري سعيد. دكتور معتز فتحي. دكتور حسن الجارم. تفضل. دكتور آآ باسم عيسى. دكتور عمر المستكاوي. دكتور أشرف البريزي. وآآ دكتور كورولوس. هيقول لنا كده فكرة صغيرة عن آآ فكرة الجلسة. الحقيقة ان السيشن دي بتتميز او احنا في الجفس نظرتنا في الموضوع في التجهيز السيشن دي. فان احنا نوري ونهايلايفت المواهب الصغيرة. اليونج تالنس في الجسر نوري قد ايه ان فيه تالنس ونجوم صاعدين موجودين في اكتر من اماكن. تمنستريت قد ايه احنا عندنا رايزنج ستارز موجودين في اكتر من المكان. آآ هتتفضل لكتور عبير بتقديم. آآ دكتور حسن هيقدم لينا اول سبيكر معينا. الجلسة فيها سؤال وفيها فلوس. فمحدش يمشي. بس سؤال عايز تركيز على فكرا خلاص. اتفضل يا دكتور حسن. موضوع مهم جدا. نفضل يا فاهم. شكرا. بكرا جزيلا من استاذ الدكتور يا حسن الجام. اولا اشكر زملاء الكرام واسد زيتي على الدعوة. بقى هنقكم بنجاح المؤتمر العظيم والمعلومات القائمة اللي استفدنا منها. وما زلنا نستفيد. واتمنى ان يكون عند حص نظام حضار. احنا كتير قوي بينا نقابل الكمplications of bariatric surgery. وكمان ابتدينا نديل with endoscopic management. والحقيقة احنا كمان بياند ان ال endoscopic management complications ممكن من الprocedure يحصل تقدم الى. موسيقى ترجمة نانسي قبل ورفيرتو أبر جي أيندوسكوبي إذا فعلتو بمشارة باريام أو جاسترغرافي الحقيقة ده كان أول منظار اتعمل ودخلنا بالمنظار لقينا المنظر ده ده وده كان بصراحة برضو من المفاجآت كيف نحن 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 على بعد 18 سنتيمتر وده إنفلاماتي زي ما حاكم شايفين ذا فيبرا سينغ وكان بصراحة البلان بتاعنا إن إحنا هن هن بروسيد فور ديلاتيش وفعلاً ابتدينا أول فرس ديلاتيشن وأنا ساعتها استخدمت أوفرز جايد واير بالون ديلاتيشن وابتدينا بـ 18 مليميتر وهنبتدي جراديوالي نشوف الريسبونس زي ما حاكم شوفتوا إحنا طيبنا العيانة في أول مرة لأن إحنا على نير الأبر وطبعاً بنخاف جداً إن يحصل يحصل وهنبتدي خطوات الديلاتيشن زي ما حضراتكم معارفين إحنا أوفرز واير وبنبقى جايدة هو إحنا طبعاً الأول بنحط الجايد واير متال جايد واير وبعد كده بنخرج بالمنظار وهنداكك عليه البلونة وهنبتدي التوسيم ده المتال واير اسمحوا لي أنا هجاري الفيديو أنا حاولت أن أنا أختصر على قد مقدر عشان أوقت حضراتكم وإحنا بنحط البلونة بنخلي البلونة under screen around في هافل structure وunder the screen we inflate the balloon this balloon diameter is 18 millimeter وعملنا the balloon for two successive minutes يعني around وطبعاً بنبقى شايفين كويس جداً الـ waist بتاع البلونة على الـ fluoroscopic screen وفي نفس الوقت طبعاً بتوع الأناسيزيا هنا بيعملوا معنا شغل جميل جداً بيمونيتر العيين جداً عشان لو حصل أي وزي ما اتفاهم إحنا العيان يمكن العيان دي في أول two sessions أو three sessions إحنا كنا بنتاي بالعيانة بعد الفيرست إحنا بعد ما خلصنا التوسيع في أول مرة ما عرفناش نعدي برضو صحيح حصل تير وفيه response زي ما احنا شايفين فيه blood حصل فعلاً تير وده ما حاولناش إن إحنا نزود في أول session بس two weeks later إحنا عملنا second session ده المنظر بعد two weeks من الفيرست dilatation وابتدين نستخدم الأكاليزيا بالون أوفير جايد واير أكاليزيا بالون وابتدين نزود الديامتر شوية ده كان المنظر قبل ما نبتدي إحنا نوسع ال second session وبردو قررنا الخطوات وحطينا البلونة وعملنا inflation البلونة for two minutes والمرة دي بعد ما عملنا inflation ل20 مليمتر ابتدينا نعدي هنا كان حصل ابتدينا نعدي الرنج وبتدينا ندخل ال stomach والحقيقة كان فيه يعني يعني لقينا حاجة كده في الديودينام احنا هنبص عليها برضو وغلاباً كان فيه complication حصلت في السرجري whatever حصل ulcer أو healing ulcer هنلاقي في البلب وفي زا ديودينام لقينا المنظر ده ما عرفش واضح لحضراتكم ولا لا زي هرنياشن زي سقار وفي زا ديودينا الهرنياشن ده كان المنظر واحنا خارجين بعد الساكن سيشن نفس الكلام عملنا سرد السيشن بالون ديليتيشن افتر تو ويكس لو تلاحظوا احنا اول الفيرست اندوسكوبي كان الاسباط بعد كده وان ويك عملنا الفيرست سيشن ثم تو ويكس عملنا الساكند سيشن تو ويكس ليتر عملنا سيرد سيشن علشان نجين لان ده فايبروزز هيهيل بسرعة بفايبروزز برضو فاحنا عشان كده بنمينيمايز بنشورت طايم علشان نجين البنيفيتس من المانوفر اللي احنا عملناه للاسف احنا ما عدناش يعني في المرة التالتة واحنا دخلين برضو ما عدناش فاضطرينا ان احنا نزود شوية لتوينتي فايف مليميتر بالون دايلاتيشن وده الرسبونس بعد السيرد نلاحظ كل ما الديامتر بتاع البالون اللي بنستخدمها كبير كل ما كان التروما اكتر كل ما كان البلاد اكتر كل ما كان الريسك شوية اعلى الحقيقة المرة الرابعة احنا استخدمنا سيرتي مليميتر اكاليزيا باللون وكانت بعديها تويكس على طول من تالت مرة وكانت مرة عنيفة فعلا فاعطاك دي المرة دي كان الفيري جود رسبونس احنا برضو التالت مرة او في الرابع مرة قبل ما نعمل توسيع ما عدناش كان بس المراتي عشان استخدمنا باللون اوسع كان الرسبونس الى حد ما دي البالون بتاعتنا منفوخة احنا طبعا ده واحنا برضو ب الفلورسكوبك اميج وده المنظر بعد رابع مرة توسيع زي ما شايفين حضراتكم كان التير بقى كان يعني التير محترم على مالتي ليفل سركونفرينشيل لدرجة ان احنا يعني انا كنت شاك ساعتها لاحسن يكون حاصر برفريشن بس يعني انا سريعا هوري لحضراتكم بس بعد ده كان منظر الاصافجة بعد ما وسعنا في رابع مرة واحنا كل مرة قبل ما بنخرج لازم بنتأكد تماما ان فيه هموستازيز وان بنخسل كويس ويتا للعيان ستيبل وان مانس لتر كان فيه جيدا دخلنا سموس تماما وده مكان التوسيع بعد فور سيشنز فور سيشنز فور سيشنز ده كان افتر فور ويكس سيكس منتس ليتر لان يعني كانت العيانة كانت تحسنك جدا فما عملناش من اربع عسامين بعد شهر ما عملناش ده كان بعد ست شهور وبردو كان المنظر بيدخل والعيانة ما بتشتكيش وقفنا الديلاتيشن اخر حاجة كان احنا عارفين ان بعد البرياتريك سيرجري بيبقى هاي انسلينت اوف جول بلادر ستونز فالعيانة دي فعلا جالها جول بلادر ستونز وكانت عايز تعمل المرارة فالجراح طلب ان احنا نعمل بس قبل اي حاجة فولو اوب اندوسكوبي وكان يعني برضو سموس والناروينج شبه بس العيانة بتشتكيش محتاجناش ان احنا نعمل اي منوفر من اخر مرة زي ما حالكم عارفين ان المست كومن برياتريك سيرجري حاليا السليف جاستريكتومي والبيباس سيرجري الليكيج والفيستولة من اكتر الحاجات اللي هي باست اوبراتيف موربيديتي ومورتاليتي احنا عندنا الفيستولة افتر سليف جاستريكتومي من الانسان ستاهم 0.2% to 2.5% of cases مست كومن ليبتوب اف البروكسامل سيرجري او زيغاستر بلسطي الديفنرات مانوفرز حاليا احنا ممكن استخدم الميجاستاند الكلبنج تكنيك سوال مقام الليه من الانage. Complications related للميجا stent include stent migration about 18%, intolerance in the setting, permanent removal about 11%, osophageal structure 13%, bleeding 6% and perforation 6%. آخر حاجة أختم بها دا الـ الـ approach لـ how to deal with post-operative suspected leakage. إحنا لو في أي suspicious clinical suspicion فيه leakage عندنا إحنا بنعمل endoscopy under fluoroscopic guidance. لو فيه no leak لازم أعمل image بالCT وغاستروغرافي ميل. لو لقينا مفيش leakage أوكي لو confirmed leakage. وعندنا visible pus و friable tissue لأنا هحط ميجا stent. لو مفيش visible pus وفيه fever إن أنا أحط clips. لو إن الميجا stent والـ over the scope clipping technique أفضل بكتير من النتائج. بنحط الـ stent من 6 إلى 8 أسابيع ونـ reevaluate. لو فيه healing خلاص إحنا بنشيل الـ stent. لو still persistent leak وفيه إمكانية إن إحنا نحط clip هنحط clip. لو مفيش هنحط ميجا stent مرة أخرى. لو still philic في أزر مدالة إزباع نحنا نحط دابل بكتيل أو سيانو أكريليت أو أو لابروسكوبic surgical drain. Thank you. موكي بس سؤال دفورك. Thank you for this nice case. It's very interesting case. It's very interesting case. بس هو فيه حاجتين كده نكتب أسألنا أخراج عليهم. نمر واحد أنت بتلتلي بعد وموسعنا لحد 18 مني الـ scope ما عنديش. وscope كانت دابل بتاعه قد إيه. قلين بس scope كان 2.7. 2.7. فده كان ما عنديش منه. يعني أقصد إن إحنا ما عدناش. أول مرة خلص ووسعنا باللونة 18 ومحبناش نعنا نزوء. عشان المانوفري. بزرعة. استخدامك كده تاني مرة على طول للأكاليزيا بالونة. ده كان صعب شوية. لأن إنت هقتي الأكاليزيا بالونة حاجة فيها ثلاثين سنتيمتر. يعني إزاي بقى انت وصلت لحد عشرين دي. إحنا إحنا قايدة بالإنفليشن. آه يعني إحنا قايدة بالإنفليشن. يعني مستخدمين بالونة كبيرة شوية عشان أنا عندي لاج. ما بين السمول دايليترس الحد عشرين مليميتر. والأكاليزيا بالونة اللي هي بتبدأ من تلاتين. تلاتين لحد أربعين أو خمسة أربعين. فإحنا بالضبط. مش هكفاتر كمان برضو. مش أي حد هيستخدم الأكاليزيا بالونة. في توسيع. بص حاجة بصريك. بصبت كده. فإحنا كنا قايدة بالإنفليشن والسكرين. الفلورسكوبك إيميج. هنا كان فاري يوسف. طبعا زي ما اللي بتراشر به. يعني تغلبك جامت. تمام في حالة زي كده توصل لكده. لأن الأكاليزيا بالونة هي اللي جامت نتيجة. لأن احنا وصلنا أي ثين لير. عشان كده ما حصلش فابروس ثاني يعني. بقى جود لك. ونائس وورك والله. احنا بعطك الحلقة الزي دي بقى إن شاء الله. عرف نسمك. نسلاح لي. طرقالس. شكرا لك. إنه مرحباً. برضو ممكن. يعني في حالة زي دي. بعض الحلقة الزي دي. برضو ممكن. برضو ممكن. برضو مكتوبة. تريدون مباشرة. برضو ممكن. برضو ممكن. برضو ممكن. برضو ممكن. برضو ممكن. ديوتو اكاليزي. انا كده جايدت بايه? ان انا او ممكن اعمل او كده. صح انا شايف انها تزيب بري توف و بري ريسكي مانوفر يعني. سبيشل ان انا هعمل رابشرد المصد. والريدي الميكوزة اساسا اا اا فيه استريكشرد او برضو هتبقى رابشرد معايا. فهنا مصد هيكون فيه بيرفريشن يعني. يعني ده يعني مفيش سيروز الكافرد للسوفيكاس. انا كده خلاص بيتو عادميدي السيرو عنا طول يعني. هو طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا في الاول. اه قايدت بالفيلورسكوبك اميج كنترولد ريديل. يعني فاك ببص على الويست ولا ببص? طبعا الويست احنا بنحقن سبغى. اه. بنبقى شايفين الويست كويس جدا. ونقدر ان احنا جرادوال. احنا عملنا ان شورتايم وبروغريسيف انكريز لدي حاجة. الحاجة التانية احنا اه كنا فوق قوي. فبرضو فكرة الاستنت كانت مطروحة ان احنا نحط الاستنت بس ما كانش فيه ما جاء يعني كان فيه احتمال ان الكمبليكيشن تبقى اعلى. فاخترنا ان احنا نوسع جراديوالي وناخد الريسك. وده كان بموافقة العين بالمناسبة. يعني احنا شرحنا العين البروسيدورز والكمبليكيشن. شكرا. بتعليه بس على تورتاج وطبعا اللي تبقى بالصحة مية في المية لان احنا معنا different experience. طعا. طبعا. انا are never try it for myself. ولكن الناس ال eccسبرت بيرحوا للأبعد من كده شوية لانهما فيه clinical sensation andoscopic sensation يبقى فيها شوية point to view ممكن وايتحكم فيها. فده واضح ان فيها experience عليه شوية. بالتوفيق هنا اسبرك والله. شكرا دكتور قراروس على الكيس اللي في فدي. انا بس عادي من الهيلايت. in such cases that should be done in specialized centers. ويبقى معي البكب البكب بتاعي بالجراحة والكارديوس راسك. لعني the very serious complication. good line.